موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نقطة ضوء موعدكم الرمضاني مساء كل أربعة قضايا الثقافة والشباب والتعليم والقضايا المجتمعية نقطة وأخرى سننقشها هذا المساء رفقة ضيفنا سيدري سخروز سيدري سخروز مرحبا بك موسيقى الخير موسيقى شكرا جزيلا شكرا لك على قول دعوتنا سيدري سخروز أنت المدير العام السابق لمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وستاذ الاقتصاد سابقا بكولئة الحقق وجماعة محمد الخامس بالرباط كنت كذلك رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون النظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية نبدأ بالصفة الأولى كنت مدير عام المكتبة الوطنية تقريبا 13 سنة من الصعب المدير العام أنه يدير تقييم موضوع ولكن أطلبت منك بشكل مقتضب تقييم هذه التجربة هذه التجربة عشتها بطريقة إيجابية وهي تجربة مهمة في حياتي وتنعتبر شخصيا بكل موضوعية أنها مهمة بالنسبة كذلك لمرحلة التي عاشها المجتمع المغربي وعشناها كمغاربة مهمة لأن أولاً بنائية جديدة للمكتبة الوطنية التي تجشنات من طرف صحيب الجلالة في أكتوبر 2008 والتي بدأت البنائية من 2004 أنا تعينت في سبتمبر 2003 فهي تدل على واحد القفزة بالنسبة للمجتمع والاختيارات الدولة المغربية والمجتمع المغربي فيما يخص بنايات وحد العدد المؤسسات التقافية والمكتبة الوطنية كانت أولى هي البداية لهذا المسلسل اللي اليوم تنعرفه بأنها خطوة جد مهمة وعندها مؤسسات مهمة على مستوى البنايات على مستوى كذلك التغطية المجالية في المغرب بكنا ننقشها فالمكتبة الوطنية دخلت في هذا الإطار بقانون جديد قانون تفتح لها الأفاق كجميع المكتبات الوطنية انطلاقا من وحدة عدة ضروريات أولا المحافظة على التراث المغربي توتيق التراث المغربي تعريف التراث المغربي داخل المغرب وخارج المغرب وكذلك المساهمة في توعية المغاربة بأن التراث هو أساس التقافة والسياسة والعمل الاجتماعي والعمل الجمعوي وفي هذا الإطار مشينا فتنعتبر بغض النظر على التجربة التي عشتها وهي بالنسبة لتجربة مهمة في المغرب بأن الساة المكتب الوطني أسست أسست مراحل التي جاءت من بعد وبمشاكلها وبإيجابيتها التي تعطي قيمة مهمة جدا للطرات المكتوب للطرات الغير المكتوب لمادي وكذلك بالقراءة والعلاقة بين مكتبها القراءة والكتاب ووسائل الحديثة تواصل الحديث وكذلك للمجال التقافي هذا هو الذي تهمني أنا شخصيا لأن الكتاب لأن الطرات لأن المخطوط لأن نجمع الكتوب لأن الرجوع للتاريخ عبر المكتوب وكذلك المؤلف من طرف الاختصاصي مشي من طرف القيل والقال فبالنسبة لي هو أساس لفتاح على العالم وكذلك لبناء جسور بين المجتمع المغربي وبما هو حديث ما هو علمي وعقلاني في العالم نعم هنتكلم في محور على الدور للثقافة في 200 من أجل المؤلفة المكتصدي الملاحظ أن المكتبة كانت فضاءا للنقاش وما كانت فقط خيزانة للكتب كانت كذلك فضاء النقاشات وتتحدث فيها نقاشات كبرى حول قضايا كبرى يعجبها المجتمع مثلا ذكروا كان فيها مثلا نقاش حول الإجهاد اللي كان يعني في عزه في المجتمع المغربي أنا بغيت نعرف علش هذا التوجه نحوه أنها تكون فضاء لنقاشات بالنسبة لي مكتبة وطنية مشي غاية في حدتها هي إطار هي وسيلة لزرع مع الآخرين طبيعة الحال في المجتمع المغربي خاصة من الشباب تقفت تساؤل تقفت كذلك معرفات الآخر تقفت كذلك فتح الأوراش الثقافية وبنسبة لي أنا شخصيا كأستاد كرجل سياسي كمسؤول على المكتبة الوطنية لا بد من فتح نقاش حول قضايا كبرى للمجتمع لأن النقاش بنسبة لي هو عدو كذلك الجهل من طبيعة الحال وعدو العنف المناقشة في قضايا مهمة احترام الرأي واحترام الفكر ليس فقط القول والإشعاع والبهرجة بل الفكر ومناقشة الفكر انطلاقا من كتابة من منجزات من تجارب من ممارسة من طرف مسؤولين رجال ونساء لمرسوا وسهموا وانتجوا بش يكون تبادل الرأي والاختلاف الرأي ومع احترام الاختلاف وضرورة فتح أوراش فكرية أنا شخصيا تنأمن بحاجة مهمة في حياتي بأن الفكر هو مفتاح السياسة ومفتاح الاقتصاد فبدون فكر بدون تراكم بدون معرفات الأخر بدون معرفات الشخصية المغربية بتعددها وتنوعها ما يمكنش المجتمع المغربي تقدم وما تنخافش وتنقولها ومرسة وقبل ذلك مرسة في الجامعة وفي مجالات أخرى أنا تندفع على مناقشة الفكر واختلاف الرأي مع احترام الآخر ما تيخلعنيش أني نكون مختلفة مع شخص أو الفكر اللي تنخاف منه هو بناء الجهل على رؤية غير علمية غير تراتية غير تراكمية لما فيهاش كذلك استثمار الماضي واستثمار التجارب الأخرى وهذه النقاشات اللي كانت مواضع صعبة لمطبعات الحال أنا كنت وعي ومسؤول على هذا الشي كله علما أن المكتبة الوطنية بالنسبة لي هي مجال للثقافات المغرب الحديثة والتقدمية والمستقبلية لا رجوع إلى تمجيد الماضي لتنجله احترام الشخصية المغربية بإسلامها وبعربيتها وبأمازيغيتها وبكذلك الطرات اليهودي المغربي اللي عنده تعالق بإسرائيل أقولها هذا الشي كله لابد من مناقشات القضايا الصعبة القضايا السهلة عندها مجالها من طبيعة الحال ماشي ضروري انتفق أنا شخصيا على هذا الموضوع وحد العدد الموضوع المواضيع اللي اتناقشت أنا شخصيا كأستاذ كسياسي كمواطن يمكن لي ما تبلي بأنه مش يقتها ولا ما متفقش ولا مش يقتها ولكن ضروري أن النقاش لأن النقاش هو تجعل المكتبة الوطنية اللي هي مؤسسة لجميع المغاربة هي باختلاف تنوعهم بعيدة عن انتماء السياسي وتحطر من انتماء السياسي وتحطر من القيام المغربية والقيام الكونية لابد أنها تكون منبر منبر لمناقشات الأفكار الأساسية لتتبلي مهمة لبناء مجتمع مغربي وهذه الأفكار المهمة لبناء المجتمع المغربي مشي نجنبه القضايا اللي فيها اختلاف نأجلها أو الله إلا عملتها دي يمكن ما تعجب سات الطرف ولا تعجبه ما تهمني يش تعجبه ولا ما تهمني نحطرمه ومرحبا به يوجه من طبيعة الحال يعطي رأيه الاحتياطات مهمة والشرط مهمة أولا ممكنش تهمش طرف ثانيا يعطى الأولوية للفكر مشي لوجهة نظار مشي لهدرخاوية للفكر للفكر المتق كذلك للمجال الأكاديمي لأنه مشي غير لجاء ويقول أنا مختصف هذا المجال أو لهذا المجال للدين مجاله وكذلك الناس يتعرفونه لللغات كذلك من طبيعة الحال لكل شخص عنده حرية في أداء رأيه ولكن المكتبة الوطنية مشي مجال للرأي أو للرأي المخالف للفكر وأهل الفكر وأهل كذلك ومطابعة الحال مشي ضروري أننا نخرجوه بالإجماع أنا سياسيا ضد الإجماع أنا سياسيا ضد الإجماع الإجماع ما تيجعلش أننا مجتمعات تتقدم بل احترام الاختلاف ومطابعة الحكاين ووسائل هناك المجال السياسة والمؤسسات والقانون وغير ذلك هذه نقاشة السيخروس كي اللي كي لاحظ عليها هي كثيرة في بلادنا نقاش الإجهاض الإعدام لغاية التدريس الحريات الفردية وغيرها كي اللي كي لاحظ عليها أنها نقاشة يعني تفتح بشكل مفاجئ مبغيث وكي ترعو حولها يعني لغة كبيرة وبعض الأحيان أولا غالبا كيكون قسام مصطفى فأنا معا أنا ضد وهذا ثم فجأة يغلق القوس وكتنسى وش أنت متفق مع هذه الملاحظة في نظرك لك هذا الشيء صح شمال السبب كينا كينا لأن هذه الملاحظة أنا تنعتبرها فعلا في محلها في محلها صائبة لأن كان وحد عدد النقاشات هي مرحلية جهارية لأن كان ملف مفتوح هنا أو لهناك داخل المغرب أو خارج المغرب كان تسبق باش ننقشوه ولكن تنقشوه بدون أفق بدون الغد فأنا أنا ماشي مع هذا الطرح أنا مع الطرح اللي تعتبر وهذا الشيء اللي ممرسته في المكتابة الوطنية في بداية سنة 2003 وسنة 2003 جاءت من بعد العهد الجديد في المغرب وتولي صحي بجلالة على العرش وكذلك فتح أوراج سياسي مهمة مهمة جدا اللي هي أنا بالنسبة لي قطيعة مع ماضي ما قبل 1993 وهذا الملفة كلها اللي تفتحات مهمة بالنسبة المستقبل المغربي والتوجات كلها بالنسبة لي بإيجابيتها وإكراتها إكرهاتها في دستور 2011 اللي تنعرفوا أن الاتمار جيد جيد مهم كوتيقة كوتيقة كأسما قانون نذكروا عن الممارسة واش كاملة واش ما كاملاش واش هاتشي بالزافة عن المغربة واش هاتشي ماشي بالزافة عن المغربة وهل يطبق أو غيره وطبق هل يحرف هذي قضية أخرى بالنسبة لي أسما قانون في المغرب مجاشو نزل فهو تتويج اللي ما صار للمغرب عاشو المغرب منذ دستور 1992 مرورا بما تحول لجراف المغرب في 1993 وخاصة في 1998 مع حكومة كذلك ما يسمي بالتناوب وانا بالنسبة لي حكومة الإجماع وكذلك ضرورات تصير المرحلة الصعبة أنا ذاك انتقالية انتقالية مرورا ب 1998 إلى سنة 1998 إلى 2000 واللي ستتوش في 2011 لتيبقى أن هالنفاس وهالدينامية اللي وصلت إلى 2019 و2011 بالنسبة لي ولا تضعيفة ما بعد 2014 لأسباب يمكننا تذكر عليها من النقاشات المثارة كذلك في المجتمع السيخروز واحد جدل حول لغة ولا لغات التدريس وقيل فيها الكثير وكل واحد أدل بدلوها وغيرها وهذا في نظرك أنت وش هذا يقاش حقيقي ولا مزايدات وراءها مصالح أخرى الموضوع حقيقي وخاص يتنقش طريقة بلت يتنقش طريقة سمحوا لي هذا حكم ومتلا نبغيش نحكم على الآخرين فيه واحد العجداد للمزايدات والشباوية أنه مجال سهل للمزايدات كل ما هو متعلق بالهوية فهو مجال سهل للمزايدات خاصة هذا هو وكذلك أننا نحن ماشي لأخرين واستعمال الدين كهوية استعمال اللغة كهوية علما بأن بالنسبة لي الدين واللغة والانتماء فهو الدين مجالي الإيمان ماشي للهوية اللغة هي مجال للتواصل الاجتماعي أنا مغربي أنا مغربي هذه هوتي أنا مسلم كإيمان أمازيغي أو عربي كلغة اللي يجعل الحياة جعلت أنني تربيت وانشأت في البيئة اللي كنتهضرة بالأمازيغية وبالعربي والفرنسية والأنجليزية ومعادة إلا تربطوا اللغة والدين بالهوية أنها كنت تنسجنها في الرفض الآخر أو في أنا وفي الدات هذه المناقشة وصلة الموحد للمستوى اللي بنسبة لي إكرهة سيئة كثيرة لأنه ما تأثر كيف ستأثر أولا القضية اللغة تدريس وتدريس اللغات امتلاقنا من الدستور اللي فتح الأبواب بطريقة إيجابية المدخل ديال الدستور جد مهم الفصل الخامس جد مهم على هذا المستوى اللغات وديال إلى خير علما بأن كذلك الإسلام دينه المغاربة دينه وساط إلى خير مهم جدا ولكن ما شي غير اللي جاوه درع الإسلام اللغة من طبيعة الحال كل شخص حقوه من حقوه يضرب اللغة اللي بغا ولكن تدريس اللغات اللغة تدريس هذا مجال خاصه أولا حكمة خاصه خبرة وخاصه السياسة واللي خداوه هذا المجال غالبا ما هم لا متقفين لا مختصين لا سياسيين ونكذلك حكماء فأول مجال المزايدات علاش نكال الخلط أعطي بعض الأمثلة كالبعض اللي تقول لك بأن مثلا تدريس المواد العلمية أو غيرها نظري هذا مشي مشكل المشكل تدريس باللغة أجنبية بالفرنسية مقصودة لأنه كان تراكم بفرنسية ما لدينا الأطور بالأنجليزية ولا بالإسبانية ولا بالصينية فهذا مشكل مشكل مستنع لماذا؟ تم تعريب هذه المواد في البتدائي وفي الإعدادي وفي تأهيلي باكالوريا تأخذ تلمين بالعربية في هذه المجالات تأمشي الجميع قابل فرنسي أمام مأزق غادي يدرسها باللغة اللي ما تعرفهاش عشنو تعمل تأهيلي من المواد العلمية تأمشي المواد اللي إلى خير هذا اللي تجعل أنه أول شيء تنعرفه قبل ما نعطيه الإحصائيات نعبو دور الأستاذ اللي مدام ماشي مجاله فتيولي أن نسبة النجاح نسبة الاستمرار في هذه المواد ما تتعطيش وأخطر من هذا وذاك أن تراجع النسبة المغاربة اللي تنجحو في المدارس العليا ديال الهندسة وديال الرياضيات في العالم تراجع بالنسبة لهذه اللغات بين أمرين معنى إمكانية باش نكملوا التعريب نعربو كل شيء المصر نعربو كل شيء باكالوريا هاتشي ما تهدروش عليه لأنه كان دماغوجيا وخص يعني ينعربو كل شيء من اللي ابتدأ إتال العالي إلا بدينا سنكملوا بدينا في 77 ما كملنا شو قفنا ولينا شو كل المشضحية ولاد الشعب المغاربي اللي ما عندوش الإمكانيات بشيء بصوته ولادهم الكليات والجامعات الداخلية والخارجية الخاصة لمؤدعنا هذه خصوية نقش محاسبة ديال الناس اللي عملوا هاتشي كله خاصتهم يتحاسبوه لأن اللي بدأ رجل سياسي برنامج خاصتوا يستمر فيه اليوم ما يمكنناش نستمروه علاش ما يمكنناش نستمروه تكنولوجيا وقبل هذا وذك اللغة هي جسر اللي غديفتح العلاقات مع الجامع فين تمشي ولدنا يقراوه فين تمشي الأطور ديالنا باش يعملو ينتجوا العلم في أوروبا في أمريكا ما تمشيوش للدول العربية لأن متى تنشي العلم خود الإنتاج ديال الكتب العلمية في المغرب ضائيل ومهزنة خود الترجمة ترجمة محدودة سيدنا الأعمال الأدبية أم العلم اللي عندنا في المغرب ضائيلة جدا الدول العربية كلها ما كاتترجمش ذاك شي تترجموه لبرتغال لا أتكلم على إسرائيل مش منحجو حد اللي انتجلت واحد لها دا ها ديال المجالات هذا يعني أن ها ديال النقاش غدي الدين المجتمعي اللي هو اللي تيبقى وهذا مهي بالنسبة لي أن العربية كلغة مغربية بشقيها الفصيحة والعامة خاصة تعطلها الأهمية اللي خاصة تعطلها واش في التعليم واش في الإعلام واش في السينما واش في الغناء هذا نقش تدريس اللغة العربية خاصة يدرب بطريقة جيدة وعلمية الفشل ديال تدريس المواد كلها وتدريس اللغة العربية كلها مش لنا والسبب ما شهو العربية والتعامل مع العربية التعامل مع العربية كأنها لغة القرآن وهذا تيضعف من قيمة ديال اللغة العربية وديال كذلك العلاقة مع اللغات نخدموا اللغة العربية نهار توصل اللغة العربية إلى إمكانيتها أنها تدرس بها الفيزياء والكيميا شكو اللي غادي قلن تدرسوا بها مش منها بوادب اللي مختص الأكاديميات والجميعيات ومراكيز البحث وحال الوقت حال الوقت أنه وغادي نقشه استجامع من طبيعة الحال أنا متقن بأنه أطرح لي هذا السؤال بأن أكاديميات المناكة المغربية للعربية للقانون ديالها صدرت 2005 وكذلك القوانين تنظيمية مع مرأة تأطيرية وتطبيقية مع مرأة مصدرت لا يؤقل أنه بين 2005 و2019 هذا الكلام كله على اللغة العربية شنو قدت إلى خيره ما كانش إطار أكاديمي اللي غدي يطور اللغة العربية باش تكون غداء بعد غداء من هنا عشر سنين من هنا ثلاثين عام ندرسوا بهاللي يبغينا العلش اليوم أولا أولا طالبة ديالنا والتي تكون تخرج من الجامعة ضعيف في اللغة العربية ضعيف في اللغة الفرنسية ضعيف في اللغة الأمازيغية عندنا كاريتة دياللغات قبل ما نهضروع اللغة تدريس وتدريس اللغات خاص يكون إطار أكاديمي مختص مولفتع العالم شنو التجاريب اللي في العالم نجحات في التعريب قسنا ندرسوها قسنا ندرسوها واش كاينة وما كايناش كاينة شنو نجحات عربنا وحد عدد ديال المواد يمكن نعتبر بأن تعريب دراسة التاريخ أعطى إيجابية تدريس الإعلام بالعربية أعطى إيجابية ولكن لا بد من تدريس اللغة الأخرى تدريس الريادية أنا عمشت وحد تجربة في التربية الوطنية عشتها هذه الممسائل تنشد ومرستها وحد تجربة في التربية الوطنية كمسؤول بجانب وزير التربية الوطنية والتعليم شتملفت شتقارر حضرت الدروس بكل صدق بكل صدق الأستاذ تدرس الريادية الفيزية بالعربية ما تفهم والطالب ما تفهم ليه أعقل أن نستمر هذا شيء ولكن تدريس اللغة العربية يعطى الهم القيمة التي تحتاج اللغة العربية كلغة جميلة تطوير اللغة العربية لا بد أنه يكون ويمكن بعد غداء نوصل للمستوى أنا نقرر ولكن شيء بالأمازيغية عوض عوض هذا الشيء تقوله سي خلوز أنه الاختصاص والأكاديميين يعني نقشو ونسمعو لهم فنرجع القرية ذي للتعليم عوض ما نسمعو هذا الشيء ربما نسولك واش تموس التواصل الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي واش ما سامت الشيء الما في تغلية وتميع نقاشات مثلا هذي واحد بعض الأشهر عوض يخيلوا إلينا أننا عالجنا جميع مشاكل التعليم من الجودة من القطيضات من هذي يتكلمت عليه وبقال المشكلة فقط هو واحد مفردة ومفردتين في واحد الكتاب وهذا البغرير وهذا فأصبح المجتمع كله هذا وحديث وهملات القضايا الحقيقية في هذا الموضوع في نظر شو كيستفد من هذه نقاشات المغلوطة اللي تستفد منه هو وانوح العدد ديال السياسيين اللي تستغله وتيشغله في المجال اللي ماشي دياله ثانيا أنك الخلط كبير في المغرب بين الحرية وبين عدم المسؤولية الحرية ماشي القول والكلام فيما فيما جاو مشا لا بد في هذا المجال أن كلمات المؤسسات وسياسيين والخبراء تكون مسموعة ويكون إطار ديالها باش تدرس في جميع الدول لموصلات لهذا المستوى قبل من عملوها هذا ودك تتكون تقارير تتكون دراسات وما أنجزة من طرف المجلس الأعلى بالنسبة لي طربيات تكون وبيحة العلمية مهم جدا ولكن هذا البلبلة اللي إجرأت في المجتمع ديال القيل والقال والتواصل الاجتماعي والأحكام والأحكام المسبقة جعلت مع الأسف أنه سياسي في المغرب سياسي تسمع لهذا الذي تجرأ أنا لا أقول ما يسمع لهذا ما يسمع لهذا ولكن ما يسمع لهذا ما يسمع لهذا وكما في الاختيارات ما يصير يد المجتمع المغربي كاختيار اللغات إلى خيره لا بد أن نطريته ونشوفه جميع متفق جميع متفق بأن التعليم في المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم وصل إلى مجال مغلوق الدليل على ذلك أن المغاربة مغاربة هاجروا المدرسة العامة والعمومية وأن اللي تيدافع للتعريب ودراسة المواد بالعربية أو المدرسة العمومية ولا دوما كان يجف في المدرسة العمومية هذه اللولة إن كين نفاق كبير من طرف سياسي ومن طرف ذلك الصوت العالي اللي تقول بأن العربية الأمازيغية ما بغناش تلغة الاقتصاد المغربي الاقتصاد المغربي ما تتم تلش اليوم 0.12% من الإنتاج الاقتصادي العالمي ما تنتجوش كتر من 1200 كتاب في العالم المستوى ديالترجمة ديالعلم في المغربية عندنا ضئيل وضئيل جدا الإنتاج العلمي والتكنولوجي ما عندناش مستقبلنا كمجتمع ونستفدو من الآخرين ونفاتحوا من طبيعات الحال نحتفدو على شخصيتنا تلمية اللغة العربية لابد وقد نجي الأمازيغية لتهيى مجال المزايدات والديماغوجية ولهذا مدم أن جميع متفق وخطبات صحيب جلال واضحة في هذا المجال والتقارير واضحة تقارير ديال الدول العالمية البنك الدولي ولونساف ولونسكو أن التعليم في المغرب وصل إلى مجال لا يمكن استمرار فيه وكشكرا لأن المصلح يبقى هذا الوضع كما هو استمرار اللي باقي عنده العقلية ديال الستينات وسبعينات أن المدرسة المغربية مخصتاش توعي الشعب المغربي والمجال ديال النخبة والنخبة هو اللي تتحكم في اللغات كلها أنا تنشارك وسمحوا لي نهضر على أنا مدام أناش صرفتيني بهذا الاستيقبال أولا المباراة لتجراليوم على مستوى الداخلي في المغرب مع الأسف اللغة هي والتي وسيلة للتوضيف اللي تتحكم غير بالعربية يكون عنده كفاءة ما تأخذش مقصي 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 اللي تتحكم بفرنسيا والأنجليز يديز كين قضي أخرى طريقة ماذا درسنا بالعربية تندرسوا بالعربية بدون بدون دكاء لغوي بدون الحفظ التلميذ والطاليب على التساؤل وعلى الشك الشكل العلمي ما شيء على الخوف وعلى المعرفة دخلنا العربية على السؤال على السؤال السؤال اللي بلنا والنقد اللي بلنا دخلنا اللغة العربية في واحد المجال لولا مجال عقائدي ما قيل خلصه يتطبق ما عندكش الحق تشك فيه وتسأل مع العلم أن اللغة هي مفتح للعقلنا والعقلنا هي تشغيل العقل وتشغيل المعرفة والمعرفة هي التراكم هي علم مش يغل لي جو يبدع في الإسلام ويبدع في اللغة ويبدع في العلم ويبدع في التعليم ويبدع في اللغات التدريس وتدريس اللغات هذا المجال خلا في المغرب أنه واحد العداد ديال الأصوات اللي بغاة تخلي المجتمع المغربي مستمر وكاين استراع حد حول ما يسبن نخبة كاين نخبة والمصطلح ديال النخبة في المغرب عنده دلائل سياسية شكو اللي اليوم تتحكم في الاقتصاد المغربي النخبة اللي تتكونات باللغات الأجنبية شكو اللي تتحكم في المال النخاب اللي تتكونات بالمجال في اللغات الأجنبية أنا مشي طوري أنا إشلاحي باش نقول بإنما كن وضح أنا كن وضح أنا إصلاحي أنا ضد الطورة لأن الطورة تقتل الناس واتقتل لولادها أنا في المغرب مع احترام المؤسسات القائمة ولكن يجب أن تطور وهذا المجال للغات بكل صدق هو مجال الذي يجعل أن اليوم البطالة والثقافة والسياسة منغالقة وماذا يفتح هي اللغات كلما المفترض سيخرج أن هذه المشائل كلها أنها تحلف على الإطار المؤسساتي الذي نصع عليه دستور 2011 وهو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لكن ترقصتوا لجنان المكلفة بإعداد القانون تنظيم إله هذا المجلس الحد الآن يروح ما كان وما عفنا فينا فنظرك علش إذا كان بالإمكان هاد الهيئة تحل هاد المشاكل كلها والإشكالية بعيدا عن الغوغاء والصخم يعني المجاني علش هاد المؤسسة لم ترى النور كان تفسيرات موضوعية وكان على كل تخوفات ذاتية عند البعض هاد المجلس هاد المجلس هو مجلس دوستوري مجلس تشاري خارج عن الجهاز التنفيدي خارج عن الجهاز القضائي خارج عن الجهاز كذلك تشريعي بمعنى أنه رهن إشارة صاحب الجلالة الحكومة الغرفتين ديال البرلمان وكذلك الحكومة والمجتمع المدني هاد المجلس القصادية والإجسماعية والبيئي نفس المستوى والقانون تنظيمي بمعنى أنه مستوى ثاني بعد الدستور ليس قانون عادي ليس قانون إطار قانون تنظيمي اللي غادي يتبعوه قوانين الحكمة ديال الدستور أو الفتوى الدستور في محلها وأقولها وماش تهم تشفاد الإطار أنا تعينت كرئيس لجنة تعينت بتعليمات ملكية وشتغلت مع حدود Levanz خمسة من الوزراء اشتغلنا مع وزير التقافة وزيرة التربية الوطنية أنا ذاك ووزيرة تعليم العالي أنا ذاك وحدوا العدد ديال الوزراء ديال الشخ Baورية أنا ذاك وديال سياحة واشتغلنا مع الجميع الجنة الوطنية كانت فيها استشارة فيها تمثيلية سياسية فيها خبراء وفيها ممتنين ديال الجمعيات المجتمع المدني تشتغلوا في المجال اللغوي علما بأن هذا مجلس وطني للغات بالجمع والثقافة بالمفرد لأن الثقافة المغربية بتعددها تجمعنا كمغاربة وحتى وحد ما عنده الحق أنه يتزيد بأنه عربي أو لا أمازيغي أو هو مغربي أكثر من الآخر أو أنه جميع المغاربة ثقافة مشتركة واللغات متنوعة وكان مسائل مهمة في المغرب اللي خاص الجميع يكون وعي بها ما عندنا حرب اللغات علاش أولا والحمد لله عنا ملكية متفخن عليها احنا مسلمين كلنا وحنا مغربة كلنا وبحكم التاريخ مسلمين كلنا وكان اليهود المغربة كان اليهود المغربة أنا تندفع الثقافة اليهودية وقد ندرع عليها جميع المغربة كلهم ما كانش مغربي اللي يقدري اليوم يقول لك بأن أنا أمازيغي أو العربي والحمد لله المجتمع منسجي وكل عائلات تخلط فيها هذا علما بأن العربي اللي جاء عن المغرب قلال وبأن السكان البريحة واليوم والغد هما مغاربة أصل الوفود العربية الوفدة على المغرب ما كانوش معاهم الزوجات ديله ما كانوش الزوجهم بالأمازيغيات بدأنا بمنا يدريس ولكين احنا مسلمين الإسلام جاء بالعربية والمغاربة كلهم مغاربة كل المغربي عربي أمازيغي مسلم أو مسيحي هذا مهم جدا ولهذا التراثر هديلنا كلنا اللي تقول كنا عربي أو الأمازيغي لا تغير تغير هدرة زيدة يمكن له يهدر بالأمازيغية أو لا يهدر بالعربية ولا أكسد شيكين فهذا المجلس جمع هذه اللجنة اشتغلت لمدة سنتين سنة مع خبراء وسنة مع الجميع وصلنا إلى اقتراح دي القانون بالإجماع بالإجماع وشاركت فيها جميع التوجهات لغاوية العقائدية الخبراء لتدافع الأمازيغية لتعطى العربية لتعطى الأمازيغية لتدافع العربية ما بغناش الفرنسية لتدافع اللغات الرسمية ما بغناش اللغات الأجنبية وصلنا إلى إجماع لماذا؟ لأن هذا القانون تأضطر هذا كله وضع هذا القانون وحل الإطار سليم جدا ما سنة هذه سخرج الوثيقة تعطت للحكومة وكذلك للسلطات العليا صفتت في جنوبي 2016 يعني هذه تقريبا ثلاث سنوات وأربع أشهر والقانون تنزل في البرلمان في أكتبر 2016 ومن 2016 لم يلف ما تفتح حتى الجوية الأخيرة وتعطى للجناء الثقافة والتصفة الثقافة والتعليم والإعلام ومنذ ذلك الحال ما تفتحش علما بأن المشكلة اللغات الأجنبية وهذا كله ركاين إطاره والمجلس المجلس الوطني لا تذكر فقط عن التعليم تذكر عن اللغات كلها على مستوى الوطني في الإعلام في التكوين في الأطور في المجل الحياة اليومية وهذا مجلس الاستشاري فمجلس الاستشاري بأنه عنده كذلك عنده جمع عام جميع المكوين تتنقش وكتعطي دراسة رأي موتق مش فقط الرأي العام رأي موتق ومطابعة الحال تيسهم على تسهيل المناقشة وكذلك يعطى المناقشة وحدة طابعة ديالهدو لأن التنقضات تتنقش في إطار علمي في إطار لا سياسي أو لا ما فيش انتماء سياسي فيه سياسي من طبيعة الحال وكنت ينقش المشكل كما غريبة من اللي تيكون هاد المجلس تيناقش هاد الأمور تتمهد تيولي سهل على البرلمان اللي فيه من طبيعة الحال تواجد أولا سياسي وعلى الحكومة اللي هي أغلبية وخصة تحترم الأقلية المعارضة أنها توصل إلى خلاصات من اللي هاد المجلس ما وصلش لوجود تتجعل أن القضية كلها تتخرج للشارع والشارع فيه المزايدات والحكومة حكم المشاكل اللي كان اللي عند الحكومة ديال البرح وديال اليوم أنها ما تتسمعش للصوت الهادي وما تتشتغلش في المدار المتوسط والطويل والمشكلة اللغات والتتقفى هو مشكل دورش كبير أما الحكومة تعاملت مع هذا الملف انطلاقا من ما يسمى الملفات المستعجلة هذا الملف مش مستعجلة علما بأن هناك وحد العدد كذلك ديالتجاهات سياسية والتقافية لضد الأمازيغية شكراً مصلاحة تهميش لأمازيغية أولاً كاين نقول بأنها تشتغذ لشتاة المجتمع هذا خطاب منافقين وتنقولها كاين كذلك اللي عنده مسؤولية منذ سنين بغي يقول الأمازيغية ما قدلش هذه معجزة لأمازيغية بقاحية في المغرب هذه لغات 13 عام تحرقات المكتبة ديالها 13 قرن 13 قرن تحرقات المكتبة ديالها من الفيليقيين والكرتاجينيين والرومانيين وزيد الإسلاميين كذلك لتيستعملوا الإسلام ضد الأمازيغية ماشي المسلمين يقول ماشي المسلمين الإسلام مدليل الجميع وكذلك اللي تعتبروا بأن الأمازيغية ضد العربية وضد هذا غلط أنا شخصياً أو لأنت مغربي يمكن لك تقنها أو لما تقنها ولكن ليتي يبقى أنا ما ندخلوش في واحد المنافسة السيئة السلبية للبعض وجهها باش تكون منافسة أن إلا هضرت الأمازيغية راكت ضد العربية هذه المزايدات ديال وحد العدد ديال الأطراف كان في الأمازيغية وفي العربية كذلك كنت يقول كنا ضد العربية وكنت هذا خطاب اللي مخش سياسي سمع له كان صوت الغوغائية من الجهتين من الجهتين كان واحد وجهت نظر السيخ جوز كتبلك أكبر خطر الأمازيغية ماشي هذه الأطراف اللي ذكرت ربما كان في فترة معينة وهذا وأنه مع التطور اللي كيعرفوا المغرب تطور جغرافي أنه المغرب أصبحت قليلا 6000 من المغرب من ساكنة المغرب الأنساكنة حضارية وهذا شيء غريب كيتزالي بيبوتيرة متسارعة وبأنه الأجيال الجديدة من المواطنة للمغرب الأمازيغ يعني ولده مكي المهمش الأمازيغية وبأنه غد جي واحد الفترة عمليا ناطقين بالأمازيغية يعني غد يقوله كل قليلة في المجتمع وهذا هو الخطر الموضوع بغض النظر على المؤثرات الأخرى ولا نظريات المؤامرة أخطر المشاكل هي هذه أخطر المشاكل وكاللي تران على هاتش كاللي تران التي تقول لك بأن على كل الأمازيغية تنقرد ولكن هذا مص بالطرط المغربي بالشخصيات المغربية الشخصيات المغربية خطب الملكي المارس والجوية 2011 الدستور تقول بأن ملك لجميع المغاربة ممكنش مجتمع المغربي والمغاربي سمحو في ذاتهم تتبقى تتبقى كيفاش هذه اللغة نحيوها باش ما تكونش أولا المنافس العربية وباش ما تكونش كذلك المجال للغلاق كيفاش غادي تكون أولا نخصى الدرس ويمكنين نجاوب على اللي تقول لك بأن ما كانش لغا كان لهجات اللي تقول هرا جهل الأمازيغية وجهل علاش لأن الأمازيغية لغة ثقافة وحيدة موحدة من طبيعة الحال بحكم تشتوت الجغرافي ليسا كان في الحسيمة المحيط اللي عايش فيه عنده علاقة مع المحيط دياله خارج البحر و داخل البلاد اللي عايش في تارودانت ولا اللي عايش في قلميم ولا اللي عايش في زاقورا ولا في طاوس ولا في في المحيط اللي يدير به من طبيعة الحال تيل عبدور كبر هاد هاد الكلام أو ما يسمى باللهجات أسميه هنا اللغات المحلية طورت كل حساب المحيط ديالها العربية العامة في المغرب طورت في مجال المختلف مثلا من داخل إلى مختلف هاد نقول هاد ميشو لغة وحدة لتيبقى أن أولا العمل اللي قام به المهد الملاكي التقاف الأمازيغية لتشارك فيه جميع النخاب والمختصين من جميع الجهات عمل وحد العمل جبار مهم على مستوى على مستوى كذلك المساعد على مستوى مستوى التاريخ على مستوى النفض على مستوى اللسانيات وكذلك يقولك صاحب لغة ميخبارية وحد ذات ما اللي تجهل هذا خطاب الجاهلين يمشوا ويشوفوا وخبار يشتغلوا وخص تكون في هالندوات ونعرفوا أكتر بما أعمل أشنو عمل مع هد التقافة الأمازيغية اللي اشتغلت أنا في المجلس كنت عوض في المجلس الإداري أشنو تعمل هذا المجلس أولا أولا درس التجارب العالمية في مخص تعددات اللغوية تانين درس تاريخ العربية ودرس الأمازيغية في المغرب وصل إلى خلاصة أن الجذور موحدة ووحدة درس جميع لهاجات أو اللغات المحلية أشنو المنهاج اللي اعتمد اعتمد أنه خد ما هو مشترك وصل إلى 70 إلى 80% من طبيعة الحال كاينة كاينة فرق كبير في النطق كما في جميع اللغات جميع اللغات في واحد المناطق تقولك تقولك أول وحدين أخرين تقولك أوع وحدين تقولك أور القلب هذه مشاكين ديال شي يقولك خسيخ كما في اللغات اللغة الفرنسية مثلا للفرنسية مش هي ديالجنوب ولا بغتان ملتها توصل ب أن 70% مشتركة وأن 30% تفرعات مختلفة تفرعات هات التفرعات هي كتدرس وأن فيها ما هو مشترك فيه ما هو غلط ما هو داخل لغة الأمازيغية خدات من اللاتينية خدات من الرومانية خدات من الفنيقية وخدوا منها خدات من العربية وخدوا منها خدات من العبرية وخدوا منها ودى طبيعي في جميع لغة العالم إن اللغة لا تتعيش تعطي وتأخذ اللغة ما جامداش تتبقى 30% خدتها تدرس لغة لما تدرستش لغة لما بقيت تتكتب لغة لتهمشت لغة لتحاربت لغة لأمازيغي تيدخل من برة من الجبل أو من صحر للمدينة تقولولو انت شلح هذي هباه أمازيغي ومو أمازيغية وتعلمون العربية وتقولوا لغة لغة لا تتدرش بالأمازيغي غادي يقولك انت شلح الخيب والمسخ يجعل أننا عقدنا ولادنا عقدنا ولادنا هذي اللغة خاصنا نحيوها مشي ضد العربية مع العربية ولكن أنا تنقول وضحك فيك السخرج بأن الأمازيغية اليوم ممكنش ندرسو بها خاصنا ندرسوها نبنيوها نرمموها نعملوا لها الأرفاب ومغدان شوفوا ندرسو بها أنا ما عندي مشكل أن الشاب المغربي يتقن العربية ويتقن الأمازيغية ويقرب الأنجليزية والفرنسية ومنفتيح العالم شوفوا شنو تتعمل هولندا اليوم سويسرا اليوم برجيكا اليوم برازيل اليوم الهيند اليوم أمريكا اليوم ما عناش مشكل ديال اللغة المشكل اللي كاين هو ديال الدكاء ديال المنهجية ديال العقل وديال الانفتاح والتحكم في المعرفة تعبر عليها بالأمازيغية أو بالعربية مشي مشكل علما بأن العربية خاصة تخدم الأمازيغية تخدم الفرنسية تخدم الأنجليزية تخدم ولكن هذا الملف خاصة نعطيها المختصين والمختصين هما ستدة هما خبراء هما سياسيين هما مؤسسات بسبيل كذلك المجلس الوطني لللغات والثقافة المغربية لأنه حال الوقت أنه يخذ محله ويعمل شغاله ونفعته على هذا شي كله واحد نقطة أخرى بغيت نسوك في السيخروز من خلال تتبعك وتكلمت مع الشاب اللي خصوية تعلم هذه وهذه الشباب المغربي كاللاحظ بأنه عنده حضور قوي في شبكة التواصل الاجتماعي وكي عبر على مواقفه في مواضيع مختلفة السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الرياضي وغيره ولكن بمقابل الحضور المكثف كالنفور من تنظيمات الكلاسيكية أحزاب نقابات جمعيات وغيرها في نظرك هذه المشكلة وش هو غياب للشباب ولا تغيبه ولا لمبالات من الطرف منه كيف يصبح هذا كان تغيب الشباب لأنه في نظري الشباب في المغرب ما أخداش الحض شوف على سبيل المثال المؤسسة الدوستورية اللي ستأطر الشباب ما كايناش مخرجات الوجود الأحزاب السياسية ما أعطاتش للشباب القيمة اللي تحتاجها ما شيف تمتيل فقط لإحاد الشباب والنساء ما تنظرش على هذا المجال تنظر القاعدة شوف وحد المجالات دي التقاف في المدون وفي القرى شوف المكتبات في المدون وفي القرى وفي الأحياء شوف الإعلام والتوجود دي الشباب شوف المجال التقافي في المدرسة الابتدائية مناقشة توجود السينما نوادي السينما لمكتبات ما كايناش بمعنى أن الشاب الشاب هو من العائلة إلى 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 الحي ومن الحي إلى وسائل التواصل الاجتماعية لفتحه جميع الأبواب وكتعطي له واحد الوهم الوهم واحد الحقيقة أنه حر يقول اللي يبغى ويكتب اللي يبغى ويتبادل مع اللي يبغى فيها مسائل إيجابية أنها كتفتح الأفق ولكن فيها مسائل السلبية أنها فعلا مدم أن الأحزاب السياسية سدات على نفسها أولت وأنا أنا رجل سياسي وأنا في حزب سياسي منذ 75 إلى اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمدين وزجر هذا هو تنعتبر بأن الأحزاب السياسية في المغرب دخلت في واحد المجال ديال ديال المصلحة فيما يخص مع الأسف الأقلية التي تتسغلها ترجع المصطرح ديال النخبة اللي ولا تحريفه في المشاوعة المغرب النخبة هو اللي ينتخب من طرف أغلبية بش يكون تمت لها أمام لا تتولي النخبة هي اللي تتولي على وحد العدد المجال ديال النفوذ ضد الآخرين تتولي ربما مراد في العصابة هذا هو هذا مشكل أحزاب سياسية دخلت في المجال زيادة على الأحزاب السياسية اللي كانت محاربة اللي كانت 30 عام باش تهرس اليسر المغربي وغالباً متى تبني التطرف واليوم تيتقال بأن المشكلة اليسر لم يكن يجي ونقرأوا الطريق اليسر منذ 1955 إلى اليوم وكذلك اليسر يدخل في المجال ديال المصلحات الشخصية وتيبقى أن النفور ديال الشباب عنده أسباب مضوعية لابد من إعادة الاعتبار للسياسي في المغرب أولاً عبر الممارسة السياسية اللي يكون فيها أخلاق يكون فيها كذلك استقامة يكون فيها النزاهة يكون فيها الصراحة وماشي ضروري نتفق لكل شي يمكننا ما نتفقوش على وحد هذه الأمور ولكن كما قلنا في البداية أنه كان إطار ديال الاختلاف وتدبير الاختلاف والتيجم على كما غريبا هو تعاقد وتعاقد فيه ما يسمى بالكمبرومي الكمبرومي هو أنت نزلك وتنزلي لأنك أنا مصلحة عامة ماشي مصلحة خاصة الشباب ما نعتبر أنني نهازمت ولا أنك تربحت لا بالعكس تنازلت لأن المصلحة ديالوطن أسمى ومن يتشوف الشاب المغربي بأن اللي يطلع في السياسة في القرب ما تيخدمش المصلحة ديال المدينة وديال الحي وديال القرية بأنها تيخدم مصالحه من طبيعة الحال تيكون نفور وهذا الشي كان مسؤولية ديال الدولة وديال اللي تيمتل الدولة في البرلمان وأقول وأؤكد بأن ماشي جامع السياسيين في المغربي في هذا المستوى كان واحد العداد ديال السياسيين اللي عندهم سلوك نبيل كان واحد عداد لمؤسسات اللي وصلت واحد لمستوى مهم هذا الأطور لهذه البلاد والحمد لله ولكن نفورة الشباب تيدخل لهذا المجال وتنقل بأن هذا المجال مخصنش نحاربه خاص نقطروه لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي مجال للإيجابيات والسليبيات وتقطر دياله قانونيا وأخلاقيا مع احترام الحورية جامع الحوريات والمسؤوليات خاصوا يكون في المغرب غير مؤطر غير مؤطر سؤال أخير سيخرز ونطلب منك أنك تجاوب عليه باقتضاب أنت شتغلت في تدبير الحق للثقافي أنت كذلك أستاذ الاقتصاد نسو لك واش الثقافة عندها ربما شدورة تلعبه في النموذج تنمو الاقتصادي الجديد اللي كانت تكلمو عليه كاملين عنده خاصة تلعبه وما كانت لعبوش لأن التقافة في المغرب ما أخذتش أحد ديالها لسببين الأول كانت تخوف وتمشي تقافة من المتقافة المتقافة يجب أن تصدع كيف يفكر يزعج أسئلة ما قدنش عليها نحن بغينا نحلل المشكلة اليوم غضيح الله التقافة ليس مشكلة اليوم التقافة يتبني لمستقبل مدام السياسي خاف المستقبل التقافة ليس اليوم كان السبب التاني وأن التقافة ليس فقط وزارة أو لمؤسسة هي أولا وقبل شيء بناء العقل وبناء العقل تيتم في المدراسة في العائلة في الإعلام وتيتم عبر وحد العداد للوسائل القراءة الإبداع المصرح السينما الكتابة وكذلك وحد العداد للأنشطة اللي كتربى فيها الطفل تربية في المغرب ما كاناش تربية للتقافة ما كاناش غيبة أولا كان التخوف وكان الخوف وكان قلط الإمكانيات وكان وسمح لي هذا مشي حكم أننا أمام وحد الخطار جد مهم في المغرب أننا كان نمو دي التقافة الجهل أننا من هب ودب تيعطي الفتاوى في جميع المجالات في الدين والطب والسياسة والقام حال الوقت حال الوقت أن المسؤولين على السياسة في المغرب والمؤسسات يأطرون المجتمع ويحترموا الحريات ويحترموا كذلك المؤسسات باش كل المجال أولا وقبل كل شيء تكون فيه مجال ديال التأطير من طرف الخبرة من طرف المعرفة من طرف التاركم وغادي يتشتت في المجتمع المدرسة المغربية وبدون تغيير جدري لمناهيج وبرامج وبرامج طربية وإعادة تكوين المكونين مشكل كبير لهم إعادة تكوين المكونين وعندنا مكونين جد مهم لا يمكن تغيير المجتمع وأقول أجدد بأن التقافة هي مفتاح ديال السياسية وديال الاقتصاد ما يمكنش نبني مجتمع إلي ما بنناش من طرف ثلاثة ديال بناء نعنا ثلاثة ديال ركائز السياسي التقافي والاقتصادي ثلاثة ديال ركائز اللي يمشيوا جميع ومنعتبروش بأن التقافة مهمش شوف السينما في المغرب شوف التليفزيون في المغرب شوف الجريدة في المغرب شوف الإعلام في المغرب شوف الكتاب في المغرب شوف الانترنت في المغرب شوف التواصل الاجتماعي في المغرب تتلقى بأنه مع الأسف تيمشيل الشاب المغربي إلى ما هو أسهل وما هو فقط مبتدل هذا هو سيدة رس خروجز المدير العام السابق لمكتابة الوطنين المملكة المغربية والسيد الاقتصاد وكذلك رئيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون تنظيم المجلس الوطنين والتقافة المغربية شكرا جزيلا لك على هذه الجلسة الممتعة شكرا سيدي صديقي العزيز لأنه معجب برمرة مجدالك السيجام ورمضان مبارك لك والجميع شكرا 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 سورج شكرا مشاهد الكرام على حسني المتابعة إلى اللقاء في فصة مقبلة بحول الله شكرا